في هذه الايام وما يحدث هنا في القاهرة الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل ويليام بينز مدير السي عي اي حضر اللقاء اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية ومتحدث رئاسة الجمهورية قال انهم نقشوا جهود التهديئة في غزة ووقف اطلاق النار وتبادل المحتجزين ودور مصر المحوري في تقديم وادخال المساعدات الانسانية لغزة تعالوا نشوف استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد ويليام بينز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار احمد فهمي صرح بان الاجتماع شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية المصرية الامريكية كما نقل بيرنز تهيئة الرئيس بايدن للسيد الرئيس وتثمينه لجهود مصر الحثيثة في دفع مصار التهدئة في قطاع غزة ووقف اطلاق النار وتبادل المحتجزين بالاضافة الى دورها المحورية المتواصل في تقديم وادخال المساعدات الانسانية الى قطاع غزة منذ اندلاع الازمة وقد شهد اللقاء استعراض تطورات الموقف الراهن حيث تم تأكيد استمرار التشاور والتنسيق المكثف لتحقيق اهداف وقف اطلاق النار وحماية المدنيين وتفعيل حل الدولتين بما يعزز جهود ارساء الامن والاستقرار في المنطقة الرئيس استقبل كمان الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس وزراء قطر بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية وعبد الله بن محمد الخليفي رئيس جهاز امن الدولة القطري متحدث الرئاسة قال رئيس الوزراء بتاع قطر اكد الحرص على استمرار التنسيق بين البلدين والاجتماع ناقش جهود وقف اطلاق النار في غزة وحماية المدنيين وخطور التصعيد العمليات في رفح تعالوا نشوف استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية والسيد عبد الله بن محمد الخليفي رئيس جهاز امن الدولة القطرية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان رئيس الوزراء القطرية نقل للسيد الرئيس تحيات الشيخ تميم بن حمد الثاني امير دولة قطر مؤكدا الحرص على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين وهو ما باد له السيد الرئيس بالتحية والتقدير مؤكدا العلاقات الاخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين واضف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض الجهود الرامية للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين من الأوضاع المتدهورة بالقطاع حيث استعراض الجانبان الجهود المشتركة في هذا الصدد وكذا جهود إنفاذ المساعدات الإنسانية وتم تأكيد الخطورة البالغة لتصايد العمليات في رفح بجنوب قطاع غزة والتحذير من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع التجديد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للحيلولة دون تساعد دائرة الصراع وزيادة عوامل التوتر في المنطقة